السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي والصلاة والسلام على شفيع الأمة وحبيبها محمد عليه الصلاة والسلام اليوم ارتقيت على أني نارتجي معكم واحد صلصة فريدة من نوعها الفكرة كيف جاتني كنت في مرجان وكنت قضى ذلك شي لخصني وبنولي الناس بزي كيلو فليسوس طومات فليسوس ديال بيتسا وكن قلبي شو هي قلبي صغير لا يتحمل وارتقيت على أني نارتقيت على أني واحد الأقت قلت لها بلا ما تشري تبعي القناة ديالي إن شاء الله غنحط لك صلصة ما عندها تعلقة بهاد شي اللي كتتاخدوا مع فيه المواد الحافظة ما علينا لمهم الأخت زكية هدية الصلصة اللي وعدت كبيها دوك البنات المكونات ديالها ما شي شي مكونات يعني صعيبة بزاف مموجودة في كل بيت وندخلوا شاء الله مباشرتان هنا عندي كيلو دماطيش قطعت على هدشكل وغسلتها مزيان بصيلة قطعت على جوش جوج ديال بروات واحد الحزمة ديال الربعة صغيرة 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 على قد الكيلو ديال ما طيشة عندي أخواتي جوج دروس ديال التومة واسميتو الحبق ضروري في هدل كلكم عندكم الغراز فيهم الحبق في هدل طاولة في الماكة فليفلا حلوة ولا حارة اللي بغيتو عندي الملح عندي معلقة كبيرة من مركز طماطم أو ما طيش هدل حك وعندي شوية ديال لسوليس ديك الخفيفة وعندي البنات ثلاثة ديال زويتينات ولا حبادة تزيدو خوزو وهنايا نسيتها ولكن في الآخر سلقتها وزيتها مع السلسة مهمة جدا هدل مكونات البنات مهمين كنقطعوا بالعشوائي لبواغو أو البورو بصيلة متوسطة ومعي القام من مركز الطماطم تقريبا واحد نصف كأس من زيت الزيتون الملح كما كتشوفوا أخواتي وعندي تقريبا واحد نصف كأس ديال لسوليس ديال لعنبا بياسف لا 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 اسميتهم مكونات بسيطة إن أخواتي غادي نصد عليها الطنجرة هذي بلا ما بلا تشي حاجة الطنجرة هذي مع الغطا ديالها تيطلق لي الماء منوك خاصة بالأكل بلا ما وتيتش طيبي بلا ما صافي كنصد عليها حتى كن ومرة مرة كنقلبت كنشوفها كتشوفوا كيك بلات مليب بيا ومغنقول لكم ش المادق ديالها أنا مشي غي عجبني المادق ديالها هذ المرة المادق كان فوق الرائع وارتقيت على أنيني مبرتجيها مع الأخت كيف ما كتشوفوا البنات البوطة مهيلة 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 جدا وما تستغربوش تبارك الله هذه البوطة رفع مرهات قريبا علين ثلاثين سنة ولكن بسم الله ما شاء الله عليها بقى خدامة أخواتي مليكة الطيب اللي كنحز بما طيتش المكونات كلهم طابوا هذا اللقطة دازت بالغالونتي مرطيتش البوطة بالبال كنحيدو ذاك الربيع وعود ثاني من أخا كنحيدو كنعصروها من ديك المياه دياله يمكن حيث ذاك المياه دياله وعود كنزيدو هاتم مفعدا كنحيدو ديك الفليفلة أخواتي ممكن تزيدو الفلفلة حلوه ولكن مني عطيب لكم غتحيدوه أطلق لنا غاي الطيبة والبنة دياله ذاك النار بالضبط 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 نسيت الفلفلة حلوه بدون قدرت تشوب رأسته فليفل الأخرى عندي الزيتون وحتلة الزيتون وحتلة الزيتون وثلاثة انا هاد المرة اطحنت هاد املي كنحيد لدك شي اللي كنخلي الحباق نخلي البصيلة نخلي كل شي وكنتحنوا في الطحانة اليداوية ماشي هاديك اللي كنتحنوا بيها الطحانة الكهربائية لبنات باش دكتفل كله كنحيدو كتبقالي غير كناخد العصارة ديال هاد الميلانج ليدات كان رجعوها فق البوطة وكنزيدو معلقة تسكر هاد المعلقة تسكر ما غاديش تحليلينا الالالالالاسوس ميسيت يوناستوس باش تخرج لكم واحد المادقرة هي بوراء اه صديقا نبقى ونحرركوها البنات نحرركو 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 كنزيدو واحد الملعقة من الزعتر وخدرناها في الاول كنزيدوها باش تبقى ولي عند الزعتر طري وخضيضر تزيدو وهاد الصلصة البنات ممكن جيهتها في اسبال اللي بات صفي البنات كتشوفونا هاد الكيلو خرج لي هاد نصط القريعة جوش كيلو نصغي عمروا لكم القريعة حتى الفم هتعمر عليها الزيت ملفق وغتخلي واحد تلاجة فين ما تبغي تصوبي لبات او للي تاقلياتيل او لاتصوبي لهذا كتشب ديها هاد الالالاسوس او لبنسبة الناس اللي دخلو عندي جداد هاد الوصفة اللي يعني ديك اللي لبات فويت ايكس بخيس رفيت او مبارت يجيها ها غتخن خلي لكم لوليا او للا فين تمشي وعند فين تمشي وتشوفوها في صندوق الوصف بزف ديالناس شكروني عليها و بزف ديالناس نشحت معاهم اللي ما عندو مش الكتيفة تمشي صوبوا لبات فويت او اللي معجازات تمشي المرجان توفره في لبات فويت اي من نوع جيد لانسو كننظر على المرجان اللي قريب ليه اللي ديال تشفين سانتر كننشق بالطول العجينة ديالنا و كننسرحوها بالطول اللي كنتو غتدير العجينة ديك اللي الخرارة العادية ديك المعجونة بحل تشكلة الخبز قطعوها دائرية المهم لبات فويت اي غنوريكم كيفش تعاملوا مع هاد الالبات فويت اي ممكن تصوبوا بها ديالبنات هاد العجينة تصوبوا بحت الميل فويت راح خفيفة و ما نقول لكمش الناس اللي جربوها ولات عندهم معتمادة و شكروها ليه و دا و يعني بزفت حل من وصفات عندي حطيتهم شحال هادي في البداية الناس مكتعرفش تدخول منينج بدهم دونك مرة مرة غنعودهم بطريقة جديدة بعد البداية قطعوا الجواني بدروري كان قطعوا سنتيم كان عودتانين الجواني باللولين حيدناهم ولكن كان قطعوا سنتيم من فوق و سنتيم من تحت غنديهنوهم و غنحطهم فوق العجينة كنتم بنا تكونوا فهمتوا بنفس العجينة اللي عندي خديت سنتيم و قطعتوا بالطول و غنضيهنو بالبيض و غنصقوا فالجوانيب باش تجيني هادي كلها لابات فيتي تجيني مغرفة من الداخل تجيني مخاوية من الداخل باش نقدر نزيد فيها لقام يتيوب و نعمرها الطريقة هادي عملية مشي غي عملية عملية بزاف 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 و كانتمنى انكم اللي بنات تجربوا الصلصة تخليوا في تلاجة و هترضوا علي الخبار لانها مشي غي رائعة بزاف على رائع في واحد المداقات من ديك العسرة اللي تحنى بالطحانة اليدوية و حيدنا التفل و دونك تخيلوا البر والبصلة الحبق الرباع التوما انتوما غديت هذا ممكن أخواتي تضيفو اسميتو تضيفو حتى شوية الفلفل تضيفو الأسود في السلصة و متكتروش منو باش تخليو طيبة الحبق و الطيبة ديال سميتو ديال الزعتر تكون خارجة أكتر كنكملوا بعد كيفية أخواتي بحالة شكل هادا و في نفس الوقت كان ندهنول هادوك الشرائط اللي قطعنا ديال سانتيم و كان عودول ممكن ديرو سانتيم سانتيم و نص على حاسب ثم كيفية أخذو سكين كان قلبوه ماشي الجالي كان نتبحو منا و كان نبقى و نتخلوه حالا كان نزوقو ديال عجينة مش كتجي حالا مقطعينها بالجرارة ولا شي حاجه هكذا سافي كنكمل هكذا كل شي جميع جوانب البنات بعد كندهنها بالبيض كامل كيفية ما كتشوفو معي هكذا و غادي نتكرم غادي ندير فيها ناخد إنفخشات و غادي ندير لفعتو قب بش ما تنفخ ليش غيملوست فقط و من بعد إن شاء الله غندوزو كيفاش تعمرو غادي نتوقع سهلة تنضمتو فرا في كل بيت غادي نتصدقوني البيتزا بها الطريقة هادي و بتونة أو يعني بتون لديدة بزاف 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 غادي نسيكم في البيتزات غادي نتخلوه في فرن درجة حرارةو مئتين دايم لابات فيطيخ سلعافية مجهدة حتى كمرتين لتونة ليَّ crude مثي البيتزه texture لابات البيتز choice كما تضمتها و تصمت اهدا و كما يمر سنقلح البيتزا تصمت لأنا في وقت مؤدي رجعا حent với مغيثة ونكملوا لها التحمر حتى نضع اغنية جوغلينا عندي المودزا غاللا عندي الطون عندينا البنات واحد ربعه ديال البصلات قطعتهم شنفين وشحرتهم مليحة وبزيرة وشوية زعتر وشوية زيت لعود وشحرتهم حتى دبال وشوية عصافي الزيتون ديال اسميته واحد الفليجوش فليفلات مقليين حيدالهم القشرة كتواتا البيتزا مع الفليفلات مقلية كنا اخذ السلسل عجيبة البنات كنتمنى انكم تجربهم لا تستهينوا بالوصفة القناة ديالي ديال الحلوة ديال الطياب ديال كل حاجة خاصة بالمطبخ لان الفيديو ديال البنات هدو كي الاقل كي يجوزو كي نقصلنا شوية ديال تعب ديال مني كنحطو عم بتيفو ما تنسوش راعة الكاسرونة كلهم كي تجي بدو خصيق الباماغي الهادي والباماغي الهادي للشوكولات هديهادي المهم كن باش كن نحيدو ذكر الملل مره مره ندير لكم الحلو مره ندير لكم لبنات المالح ولكن بيتزا اليوم كانت فريدا من نوعها حيث مصوبة بالخاطر ومصوبة بالهذا كنديرو البصيلة البنات اللي شحرت شوية زيت العود مليحة وبزيرة وشوية زعتر كنديرو فوق منها سمك تونة واللي بغيتو تديرو لي كخافات عندكم صوتي تديروهم ثم بلو بغيتو تديرو لي زان شوعة ما تكتروش منهم حيث مالحين هذا اللي سمك تونة كله فيتامين دي يعني كنستعفده منه كناخد هنا الفروماج حمر ديو فروماج غوش كنغابيه أو كنحكو وكنزيد فوق كنغطيبه التونة كنغطيبه دكسدك طون سمحوا لي كنقول لكم تونة كنغطيبه التون من فوق الفروماج كنزيد لموتزا غيلة لموتزا غيلة المهم سبق لي وريتكم اي نوع تستعملوا من بعد كنزوق بالفليفلات وكنزوق بالزويتينات ودك الزويتين الخضر ديال هاد العام انا ما كنخليش الزيتون لي كنصوب لبنات الزيتون كنخليش كنهاكلو محد باقع فيه ديك الطيبة ديال او ديك محد باقع في ديك مادة الأخضور لكلوغو في ديال الزيتون كن يعني واحد خمسيام كنبدلو لما من بعد كنن شاء الله غتشوفوا معي الزواتين صافيا البنات كنكمل بهذا الشكل هادا هادوك الأطراف اللي كتشوفوهم طايحين الشارط ماشي ماشي غلاد ديروجوش تسانتيمون ونصف الأشريط طبش يبقوا لكم تابتين فوق منا للبيتزا ديالكم البيتزا بلابط بهذا اللبطة العجيبة السحرية البنات يعني كتجي خفيفة وخدتها كل هاد شي كامل الله يلا تشوفوا البنات هاد يعني در تزعمه كل واحد ياخد بيتزتو ولكن كنت مرافقة مع واحد لسوب يعني صافي سدينا ديك المليسة اللي مقات خاوية كن ستفلفليفلات البنات لا طومات صغيز ما طيشة صغيرة ورا صغائر طماطم كنت مرزيتينات اخد خوضر وكوحل كنت ممنى البنات انكم تجربوا الزيتون مثل الله ما تخليوش يبقى تايحلة بزاف بزاف كتر من القياس ومشي منو الخضران عم كتبقوش تنفعوا منو بعد كنت قطع فوق منو من الحباقة البنات وكان عاود نزيد كنت قطع الحباقة وكان عاود زيت الزعتر وغادي نخشيهم بفرن درجات حرارة مية وستين حتى كان شوف الموتزا غايل لا نزلته ولا بيزا ديالي خدته واحد اللون دهابي وهنا كان كنكملت الحلقة ببيزا مع واحد بريري داتاي بتخليطة يا سلام شكرا على التعاليق البنات شكرا لكم بزاف شوكا كنشكل قدي كومنتار كنصب نطارع لدي كمولات ومون عن نقا وشهد الله كنشكر بزاف للأخوات على الكومنتارات اللي زمينين والله يرزقكم الجنة والله يجزيكم باخير إن شاء الله ربما هاد الأسبوع يكون لايف غادي يكون مهم إن شاء الله انتظروا انتظروني في لايف لتوحشة أم فدوان درد شو شوية وستفدوا مني لكنت إن شاء الله انتطرق لشي موضوع يفيد الحلوى ويفيد الطبخ أخواتي لفيديو سالة حد هنا كنتمنى أنني نكون خفيفة على قلوبي الجميع وشكرا لكم بزاف عبتين على اللي لايك والدعم إحساس جميل شكرا أخواتي ودومتم في رعيتي اللي إلى برشين الفيديو بحول الله يتعالي اشتركوا في القناة